وصل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي هذا وقد ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد وفد مملكة البحرين في الاجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملاكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وبدأ الاجتماع بكلمة ترحبية لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تبعها كلمة ممثل منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت عقب ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق تابعها المصادقة على قرار الجمعية العمومية بالتمرير الخاص بتمديد فترة عمل مجلس الإدارة كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة من شهر مارس إلى شهر نوفمبر الجاري وعرض الخطة الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد ثم استعراض تعديلات النظام الأساسي للاتحاد وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير استضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي من المقرر أن تنظمها اللجنة الأولمبية والبرالمبية السعودية في عام 2025 وعرض التقرير المبدئي للجنة التفتيش كما تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السابع 2029 بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على استضافة المملكة لأعمال الجمعية العمومية الثانية عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وما حظي به الوفد البحريني من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال كما هنأ سموه رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي رئيس اللجنة الأولمبية والبرالمبية السعودية على نجاح أعمال الجمعية العمومية وما خرج به الاجتماع من نتائج مثمرة تصب في صالح تقدم وازدهار الحركة الرياضية في الدول الإسلامية مشيدا سموه بما تقوم به المملكة العربية السعودية من دور قيادي مهم في النهوض بدول منظمة التعاون الإسلامي بشكل عام والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بشكل خاص